اديشنال فاكتورز للمهندسين في مجموعة من الفاكتورز يجب انه هو ياخد باله منها المهندس اجنورد سانكوست التكلفة التي تمت مقدرش اتراجع فيها انتهت خلاص مابصش فيها يوز اكمان بلان هاريزون لازم عمر معين من المشروع ابدأ اعمل اسبسيفيك على هذا الهاريزون include the time value of money لازم النهاردة اخد في اعتباري time value of money بمعنى ان ما امتلكه اليوم كرقم يختلف هذا الرقم لو ظل مجموعة من السنوات لان الزمن عبارة عن فلوس consider separable decision separately بمعنى ان انا باخد في اعتباري decisions اللي انا باخدها المختلفة include intangible consequence في تتابع معين لازم التحليل بتاعي اخد بالي منه على سبيل المثال لو انا عاوز اعمل مقارنة سريعة بين الحايدروليك واثيرمال باور في محطة انا عاوز انشئ محطة للكهرباء مثلا هل انشئ هذه المحطة حايدروليك ولا اعمل لها تبقى ثيرمال باور طبعا كل alternative من دول له مزايا وله عيوب يعني الحايدروليك بتبقى expensive initially investment cost بتبقى عالية في البداية far away from load centers high transmissions cost التكلفة اللي عندي بتبقى عملية ضخمة في البداية و high transmission cost لكن من ضمن المميزات no fuel requires انا محتاج مش محتاج وقود يشغل الكلام ده و longer life بتبقى عمر المحطة ضخمة يعني مسلا حانا السد العالي في مصر من الستينات حتى الان شغل ما بياخدش شغل على المي no pollution ما هوش ملوس للبيئة لكن لو بصينا الثيرمل اللي هي المحطات الحرارية الانيشيل كوس بتاعتها قليلة less expensive initially can be near load centers احنا بنكلم عن ممكن تبقى قريبة المركز بتاحها can be near load centers require full يبقى ده يعتبر عيب انها محتاجة وقود دايما و shorter life محتاجة صيانة لان العمر بتاع المكان وليل can cause pollution وممكن تعمل pollution اللي هو التلوث يبقى انا النهاردة لما بقارن الاثنين كل alternative من هذه الالترنتف الالترنتف درقم واحد والالترنتف درقم اثنين ابدأ اقارن اشوف ما له وما عليه ايش الكراتيريا بتاعت هذا وايش الكراتيريا بتاعت هذا other example مثلا لو انا هتشتري عربية مثلا تشتريها ولا تأجرها ممكن الايجار يبقى افيد او ممكن الشراء يبقى افيد او ممكن البيت سواء سيارة او house او اي equipment لازم اعمل مقارنة سي ما بين الشراء وما بين التأجير good quality ممكن تبقى expensive but longer life versus poor quality لما حب اشتري مكان ممكن اقع في هذا الاختيار انا عاوز مكان good quality هيبقى السعر عالي ولا عاوز poor quality ممكن السعر يبقى ارخص شوية حسب العمر اللي انت هتشتغل فيه سواء اي computers اي car and so on المقارنات تبقى موجودة investment decision اما عاوز فلوس وعاوز توظف هذه الفلوس في اسهم في سندات and so on لازم في مقارنات ما بين الالترنتيف المختلفة ايه هتعمل bridge bridge يعني cobri هتنشئ ال cobri ده steel bridge ولا concrete bridge ال steel bridge له مميزات وعيوب والconcrete bridge له مميزات وعيوب بقى اسرد او اول هذه الكراتيريا مثلا ده ال initial cost عالي لكن life كبير and so on والconcrete bridge وابدأ اشوف el benefit cost analysis ال benefit cost analysis لكل alternatives اللي عندي واختار الالترنتيف اللي هيفدني في الحالة بتاعتي capacity expansion problem مشكلة برضو من المشاكل اللي ممكن تواجهني في التحليلات القادمة الفلوس B